أكد شيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة التجارة والصناعة أكد أن حماية المستهلك حصلت أكثر من 120 ألف دينار بحريني واستردت أكثر من 11 ألف دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظيرة استرداد ثمن السلع أو الخدمات يأتي ذلك في طالب ما تقدمه إدارة حماية المستهلك من خدمة مباشرة في معالجة شكاوى المستهلكين على أصحاب المنشآت التجارية وفق المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين حيث بلغ جمالي عدد الشكاوى للنصف الأول من العام الجاري 2772 شكوى كما تم حل 86% منها وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى لا سيما أنه تم إحالة عشرين منشأ إلى النيابة العامة لمخالفة القوانين وإقلاق منشأتين تجاريتين قلغا إداريا مؤقتا نظرا لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه ترجمة نانسي قنقر